والبداية مع مينا يعني يقول لنا إيه الأخبار دلوقتي يا مينا موجود فين وأخبار الطرق والشوارع حواليك إيه صباح الخير يا هدير برحب بيكي وبكل مشاهدي صباح الخير يا مصر في جولتنا التانية النهاردة اللي بنتابع فيها الحالة المرورية وبدأناها زي ما كنا متابعين في الجولة الأولى من منطقة المهندسين حالياً إحنا موجودين في منطقة الزمالك وإلى حد كبير في سيولة مرورية ملحوظة في منطقة الزمالك سواء في الشوارع المحيطة بكرنيش النيل أو شارع 26 يوليو طبعاً أبرز الشوارع اللي موجودة في منطقة الزمالك خليني أستعرض ده معاك بشكل مباشر من خلال الكاميرا اللي هتبدأ تظهر لنا دلوقتي الحالة المرورية يمكن سيولة مرورية كبيرة ملحوظة في المنطقة اللي إحنا متواجدين فيها رغم طبعاً نهاردة زي ما ذكرتي أنه أول الأسبوع لكن إلى حد كبير لازال في سيولة ملحوظة في المنطقة اللي إحنا متواجدين فيها بامتدادنا كمان لطريق كمان كبري أكتوبر ومطلع كبري أكتوبر كمان من منطقة الزمالك يمكن بيشهد المنطقة اللي محيطة بمنطقة النادي الأهلي بعد التصليحات في الطريق ورفع الجفاءة لكن فيما عدا زالت في سيولة مرورية ملحوظة زي ما حضراتكم اللحظين حتى في الشوارع الداخلية في منطقة الزمالك يمكن معروف لوجود عدد كبير من المدارس والشركات والمؤسسات اللي موجودة فيها لكن إلى حد كبير لازالت في الساعات الأولى من صباح اليوم في سيولة مرورية ملحوظة ممكن ديت كانت أبرز ملاحظاتنا النهاردة هادير لمتابعتنا في جولاتنا المرورية فرصة لكل مشاهدين اللي حابين أنهم يتجهوا لمناطق مختلفة زي مهندسين وإزا مالك زي ما ذكرنا لحضراتكم فيها السيولة مرورية ملحوظة لغاية هذه الساعات الأولى من صباح اليوم عودة لكي هادير مرة تانية مينا مكرم بشكرك شكرا جزيلا